مرحبا بكم اليوم كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عبد الحاكم بوزاهر عن تخفيضات بنسبة 50% على تذاكر النقل البحري خلال شهر رمضان هذا الكلام أو هذا التصريح جاء بمناسبة الاستماع إليه من طرف لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان فماذا عن هذا القرار وما هي أيضا كيفية استقباله من طرف أفراد الجالية معنا الأستاذ سمير شعبنة اللي هو برلماني سابق وأيضا مهتم بشؤون الجالية عبر الهاتف أستاذ شعبنة مساء الخير مرحبا بك مرحبا بك أستاذ خاذة وتحية لك ولكل مستمعين الداخل وخرج الوطن طيب المدير مؤسسة النقل البحري يقول تخفيضات في التذاكر بداية شهر رمضان لمدة 40 يوم تصل إلى 50% مرغم أنه طبح مناسباتي لكن هذا قد يكون مطلبا بالنسبة لكثير من أفراد الجالية أليس كذلك أستاذ شعبنة نعم حقيقة للتذكير فقط سيد المحترم أن هذا قرار سيد الرئيس الذي أقره في مجلس الوزراء وعطى تعليمات سارمة للسيد وزير النقل على ضرورة تخفيض تذاكر النقل البحري والجوي كذلك حتى للخطوط الجوية الجزائرية هي معنية بهذا الموضوع وقال سيد الرئيس بالحرف الواحد نتمنى من أبناء جليتنا من الذين يريدون قضاء شهر رمضان الكريم في الوطن الأم الجزائر فهذه فرصة لهم للعودة إلى أرض الوطن بطبيعة الحال ودعني أقول أنه فيه استحسان بكل صراحة وسط أبناء الجالية الجزائرية خارج الوطن لكن حتى أكون صريح مع سيد المحترم أن الكثير من أبناء جليتنا يتمنون وينتظرون مثل هذه القرارات الحكيمة لا سيمة في فصل الصيف لأن كل المقتربين أو نسبة كبيرة من هؤلاء يريدون العودة إلى أرض الوطن والاستفادة من أكثر من شهرين كاملين في الوطن الأم الجزائر خلال فصل الصيف لكن مهما قيل أو يقال يجب كذلك أن نثمن هذا القرار وشاكرين بطبيعة الحال لسلطات البلد على التفكير في مثل هذه القرارات الحكيمة التي ستساعد بدون شك نسبة أو فئة من أبناء جليتنا لسيما مهاجرين الأوائل من الشيوخ ومن الطلبة ومن كذلك العزاب الذين عادة يفكرون في هذا الشهر الكريم ونكهة هذا رمضان في الوطن الأم الجزائر طيب ليست هناك فقط مشكلة التذاكر وغلاءها وستشعبنا كانت بثاف مشاكل طرحت على الإدارة العامة للمؤسسة والمدير يتحدث عن دخول سفينة نقل مسافر جديدة بسعة 1600 مسافر حيز الخدمة في جويليا يعني مع شهر الصيف مع الإقبال الكبير إضافة إلى الأربع سفن الموجودة وهناك حديث عن نوعية الخدمات وعن الحجوزات الإلكترونية يعني بعيدا عن التذكر هل تعتقد بأن هذه المشاكل ممكن حلها في المدى القريب والله أستفقد بصراحة يعني موضوع النقل البحري هو موضوع قديم جديد بكل صراحة وكل أبناء جليتنا ينتظرون بفارغ الصبر يعني حلول كفيلة لإنشغالات أبنائنا لسيما في المدن التي تطل على البحر الأبيض المتوسط الإيطالية الإسبانية والفرنسية كذلك هذه السفنة هذه الباخرة الجديدة الإيطالية التي دخلت يعني حيث التنفيذ بداية من شهر فبراير ووصلت حتى لميناء الجزائر حقيقة رح تكون يعني إضافة للنقل البحري عفوا زيادة على أربع مواخر يعني التصيل 2 الجزائر 2 طارق بن زياد وضيف إلى ذلك الباخرة الجديدة يعني برج باجي المختار 2 فبالتالي هذا العدد بكل صراحة إذا أخذنا بعين الاعتبار كذلك الكم الهائل من أبناء جليتنا ليستعدون ويتأهبون للعودة إلى أرض الوطن هو قال جدا لا سيما كذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار استرقاد المشاكل يعني مشاكل السنة الماضية وقلت البواخر وقلت كذلك حتى الرحلات على العديد من المدن على سبيل المثال جينوفا السيد المدير استمعنا يعني إلى التدخل وإلى كذلك يعني استفسارات حتى بعض المتتبعين على رح تكون رحلات على جينوفا الإيطالية رح تكون على السات الفرنسية على مارسيليا خط قديم أليكون خط قديم كذلك فبالتالي الآن المغترب الجزائري سيد قادة ينتظر كذلك أن تكون رحلات في موانئ بعض المدن الأخرى كما مدينة بجاية على سبيل المثال مدينة عنابة مدينة سكيكدا مدينة مستغانم كذلك فينتظرون إلى الخط القديم كذلك أن يعود حيث التنفيذ خط على سبيل المثال فالونسيا الإيطالية ولا تنسى سيد المحترم أنه فيه منافسة يعني شارسة بكل صراحة مع الشركات الأجنبية الأخرى كورسيكا الفرنسية يعني باليريا الإسبانية كذلك وبالتالي هذه من بين الإنشغالات ضيف إلى ذلك أخي قادة كل أبناء الجالية الجزائرية يتساءلون اليوم متى سيتم فتح بيع يعني التذاكر العطلة الصيفية أنت على علم سيد المحترم أن الكثير من المقتربين لهم أجندات لهم كذلك يعني عطل فينتظرون يعني هذه الشبكة شبكة المبيعات أو حتى برنامج مبيعات الفصل الصيفي لحد الآن فيه كذلك سيدي قادة أن الكثير من هؤلاء يعني يلومون وكذلك فاخطون وكذلك يعيبون كذلك على الشركة لا سيما قضية يعني الحجزات عبر الأنترنت أو يعني من خلال البطاقات النقدية أو البنكية فالكثير من هؤلاء ينتقدون يعني هذه الشركة ويقولون بالحرف الواحد عندما نذهب إلى الشركات المنافسة نجد كل التسهيلات نجد كل يعني الطرق مواتية لحجز تذكر على هذه الشركات معدى الشركة الجزائرية رغم أن كل أبناء جاليتها للآمانة فقط يريدون العودة إلى أرض الوطن عبر البواخر الجزائرية ويتمنون كذلك أن تستفاد هذه الشركة التي تعاني منذ مدة زمنية يعني لسنوات من تكبت خصائر كبيرة يعني من خلال الرحلات ومن خلال حتى مثل هذه المناسبات التي يعني بكل صراحة من المفروض على الشركة أن تستغل هذه الفترات من السنة طيب هذا كلها مواضع شائكة وتستحق النقاش ربما نعود إليه في فرصة قادمة يعطيك صحة أستاذ سمير شعابنا البرلماني السابق والمهتم بشؤول الجالية شكرا جزيلا مشاهدينا ذهب إلى فاصل قصير ونعود إلى كلام مباشر